يشكو أهالي ناحية حي الصدرين بقضاء المسيب في محافظة بابل من تردي الخدمات الأساسية والحاجة لأدنى متطلبات الحياة وعلى رأسها الكهرباء والشوارع المعبدة والمية الخدمات موك تجلي تيولي موك تيولي هاي على حسابنا الخاص تجلي الكهرباء هاي الكهرباء جوا دارت الكهرباء بذات نفسيتهم سألتهم جابوا محولة قالوا يصق الكهرباء لي جاي الضفيرة ما وصلوا غير بس شارعين وعافوها يا بليش قالوا هو هذا التخصيص المالي انتوا لكم محولة هنا زين ذولا حي صدرين وذولاك حي شنو ريد نفتي ما هذا الشارع ما ينطب بالشتاء تيجي بالشتاء وشوف بعينك هسا انتخابات كلها راح يدق بابك شيخ الفلان يستقبل افلان مرشح شيخ الفلان يستقبل افلان مرشح وهاي العالم طايحة بيهم الخدمات هاي ضرورية هسا انت باوع ابسط مثال احنا هسا طريق ابو الجاسم ما بيكون خدمات تشوف حتى هذا ابسط شيء المي المي ماكو كهرباء خوابين صفر والله العظيم كهرباء آني من الناس هذا بيأتي كل ما هاي يطق الطق هاي الواير خفيف ويطق جار من المحولة ويطق بالعجل ما تتحمل صفر الى ابعد الحد يعني كهرباء ومي ماكو وتعاني ناحية الصدرين من اهمال حكومي وتقصير منذ عام 2003 ومن وعود حكومية لم تصدق بمعالجة ملف الخدمات تزامنت دائما مع المواسم الانتخابية هواي نواب تابعين الشمال بابل باشر يريدونا صوات ويريدونا نطلع ويريدونا هاي ونقولهم نعم يابل نطلع اللي مايفيد نحنا هم ما نفيده ترى بس على كل حال نتمنى من الكل تتبرع نتمنى من الكل تتبرع حتى الكل ما المسؤولين شمال بابل نقول حانهم والله عم يجو سوون عاد اولا الكهرباء المي يعني حي هواي عوائل بي بس ما حد يوصلنا ولا حد يجينا اكثر من المرشة حاجانة يابا انتخبوني وانا ابلطي لكم وانا اسوي لكم مي ماكو ياه اللي جينا ماكو فاحنا الساعة ريد نعرف من هاد دولة من هاي واحد اللي يجينا هلا بي ساحنا ريد اولا مي ثاني انتبليط ماكو هاي الشيطة هنا معاناتنا يعني معانات دمار وترى احدى الجهات المسؤولة ان طبيعة الاراضي زراعية للمنطقة تتطلب جهودا اكبر لتنفيذ الخدمات فيها وان سوء التنصيق بين المؤسسات الحكومية لعب دورا كبيرا في تفاقم التقصير مسألة وجود تفتيت الاراضي الزراعية وتحويلها الى احياء السكنية وبالتالي تصبح هذا المكان ما تكون قرى تحتاج الى مدمستة ومعين من الخدوات تتحول الى احياء سكنية وتحتاج الى خدمات بمستوى اعلى كان يكون مت شبكة كهرباء او شبكة انابيب او تبليط واكساء طرق مرات غياب التنسيق بين هذه الدوائر وبين ادارة الناحية يجعل ان هذه المناطق تعيش حرمان وتبقى ناحية حي الصدرين كغيرها من النواحي والمناطق الكثيرة في العراق ضحية من ضحايا الفساد الحكومي الذي تنامى حتى بات العراقيون يأنون طالبين ادنى متطلبات الحياة الكريمة اشتركوا في القناة